السلام عليكم أهلا بكم طلاب الصف الأول الثانوي اليوم سنكمل مع بعض منهج الانجليش أو يونت 1 اللي كانت بعنوان getting away بدأنا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن اليوم سنكمل بقية وهناخد القطع نكمل مع بعض الworkbook vocabulary دي اهم الكلمات اللي موجودة في الworkbook عندي اقول كلمة activity معناها نشاط الثاني كلمة اسمها attractions الفعل attract معناها يجذب تمام؟ يجذب يعني يجذب حاجة يعني مش يكذب تمام؟ attractions اللي هي الأماكن الجذب أماكن الجذب السياح الأماكن الحلوة اللي السياح بيحبوا بيروحوها carnival هو المهرجان أو carnival cruise ships اللي هي سفن رحلات سياحية effect اللي هو تأثير encourage معناها يشجع ودي verb الماضي بتاعه هزود له دي بس لان هي أخيرها plaza يعني ميدان أو ساحة وعندي آخر كلمة هي كلمة population ودي شبيهة بكلمة pollution كلمة pollution التلوث وبوبوليشن اللي هو تعداد السكان روح على الصفة العالة اليمين عندي كلمة repeat دي برب معناها يكرر والماضي بتاعها ed repeated residence ودي كلمة مهمة معناها سكان أو مقيمون special special مش اسمها special اسمها special يعني خاص sun bath sun bath اللي هو ياخد حمام شمس the local council the local council اللي هو المجلس المحلي وعندي كلمة type معناها نوع أو نمط وعندي كلمة victim اللي هي ضحية خلينا نروح مع بعض اللي أهم expressions والphrases expressions يعني تعبيرات والphrases يعني عبارات والpropositions يعني حروف الجر هاول حاجة عندي environmentally friendly environmentally friendly معناها محافظ على البيئة أو صديق للبيئة for example يعني على سبيل المثال from all around the world يعني من كل أنحاء العالم at least at least يعني على الأقل يقوم بعمل شيء مختلف معناها do something different do something different catch a flight to catch a flight to يعني يركب طائرة إلى to catch a flight يعني يلحق أو يركب طائرة إلى مكان معين هتأخذ حرف الجر to find out about وإذا فعل مهم معناها يعرف أو يكتشف عن get back يعني يستعيد get something back يستعيد شيء go back to go back to معناها يعود إلى get to يعني يصل إلى والفعل get to يساوي arrive in arrive at ولكن arrive in بعدها مكان كبير وarrive at بعدها مكان صغير وبتساوي كمان كلمة reach بس reach بعدها المكان على طول بدون حرف الجر introduce to to introduce to يعني يقدم إلى يقدم إلى هنا على الصف الثاني عندي كلمة go diving go diving عندي go من الأفعال اللي بيجي بعدها activity يعني go riding go horseback riding مثلا go swimming go diving make notes يعني يدون ملاحظات عندي make dinner يجهز العشاء make sure يعني يؤكد keep something safe أو keep safe يحافظ على الأمان trek into trek into يعني يترقل أو يشوق طريقه بصعوبة trek هتأخذ حرف الجر into go on holiday يذهب في أجازة leaning out of يعني يميل إلى الخارج من leaning out of الف بتتنطق of مش off اللي بيتنطق off الف يختفي من disappear from يختفي من disappear from فعلا appear this بسميها prefix مقطع بيتحط قبل الكلمة عشان يعمل لي عكسها educate educate يعني يعلم educate about يعلم عن famous for يعني مشهور ب نكمل مع بعض manage to manage to يتمكن من ودي كلمة مهمة advantages of advantages of عكسات disadvantages advantage يعني ميزة disadvantage يعني عيب advantage of يعني مزايا لي blow off blow off يعني يطير شيء keep as keep as يحتفظ ب impact on impact on يعني تأثير على ودي كلمة مهمة give something to give to يعطي إلى important for important for يعني مهم لي number of number of يعني عدد من population with population with يعني معروف أو مشهور بي مشهور بي برضو stay in يعني يبقى في مكان خلينا نروح مع بعض على derivatives الاشتقاقات ودي مهمة جدا اول حقا عندي الرب conserve ده يحفظ conservationism conservationism ده الناون بتاع conserve معناه الحفاظ على البيئة عندي كلمة conservationist conservationist يعني الشخص المحافظ على البيئة conservative conservative معناه محافظ أو مقاوم للتغيير دي الادجكتف بتاعته عندي الفعل design معناه يصمم نفس الكلمة برضو ممكن تبقى noun بمعنى design ممكن كمان designer دي noun برضو بس ده الشخص نفسه الادجكتف بتاع design هو كلمة designed وده التصريف الثالث للفعل design معناها مصمم عندي develop يعني يطور development ده النون التطوير عندي developed معناها متطور أو نامن developed countries معناها الدول النامية أما developing developing countries معناها الدول المتقدمة دي مهمة جدا educate يعني يعلم education اللي هو التعليم ده النون educator اللي هو معلم educational حاجة educational يعني تعلمية educated يعني متعلم دي الادجكتفز endangered يعني يعرض للخطر endangered يعني يعرض للانقراض endangered يعني يعرض للانقراض endangerment endangerment اللي هو التعرض للانقراض واخر حاجة الادجكتف بتاعتها endangered يعني معرض للانقراض عندي كلمة environment كنون environmentalist اللي هو مناصر لحماية البيئة كلمة environment ما فيش منها verb إنما في منها adjective environmental environmental يعني بيئي حاجة لا علاقة بالبيئة isolate isolate يعني يعزل isolation اللي هو العزل isolated اللي هو معزول دي الادجكتف يحد من حاجة يقلل منها معناها limit ونفس الكلمة هي النون limit برضو والادجكتف بتاعتها هي limited معناها محدود protect يعني يحمي النون بتاعتها protection اللي هو الحماية أو الوقاية وprotective معناها واقن spice يعني يتبل spice برضو معناها توابل والادجكتف بتاعتها spicy معناها حريف أو حار حاجة متبلة sustain يحافظ على sustainability اللي هي الاستدامة sustainable حاجة مستدامة دي الادجكتف swell يعني يتورم وقلنا دي كلمة مهمة swelling اللي هو التورم swollen يعني متورم حاجة ورما يعني منتفخة volunteer يتطوع volunteer volunteer و volunteer دي ناون برضو volunteerism اللي هو الاعتماد على المتطوعين voluntary اللي هو التطوعي لما قلت voluntary work معناها عمل تطوعي نبدأ قطعة reading reading text معايا هنا بتكلمني عن ecotourism اللي هي السياحة البيئية is this the future هل دا المستقبل pre reading question السؤال اللي قبل ال reading بتاعتي اللي مطلوب مني أجابه بعد ما أقرأ القطعة دي وهو why is ecotourism very important for a country ليه ecotourism ليه السياحة البيئية مهمة بالنسبة لدولة معينة تعالوا بعد نشوف what is ecotourism ايه هي السياحة البيئية ecotourism is about providing holidays to places which are often endangered and isolated السياحة البيئية is about الموضوع دا بيكلمني عن providing holidays إن نحن نعمل أجازات لأماكن which are often endangered الأماكن دي مهددة بالخطر أو أماكن معزولة the holidays are designed to have a limited impact on the local environment يعني الأجازات دي are designed يعني مصممة تركيبة دي بسميها passive مبني المجهول في زمن المضارع البسيط بيتكون من iso r will pp to have a limited impact on يعني الرحلات دي بتصمم علشان يبقى ليها تأثير limited محدود على local environment البيئة المحلية and to educate tourists وعشان نعلم السياحة about conservation conservation اللي هو الحفاظ على البيئة Egypt is developing ecotourism مصر is developing يعني بتطور ecotourism سياحة البيئية to protect the environments علشان تحمي البيئات المختلفة along the red sea coast ساحل البحر الأحمر tourists can stay in hotels built of environmentally friendly natural materials يعني السياح يقدروا كان دا مودة الفير وبعدين infinitive يقدروا stay يعني يمكثوا أو يقيموا في أتلات built of مبنية من materials يعني خامات طبيعية صديقة للبيئة when tourists go diving لما السياح بيروحوا للغطس they are taught بيتم تعلمهم ودي جملة passive بزمن المضارع البسيط they are taught how to avoid damaging the fish and keeping the special quarter reefs safe يعني هما بيتم تعلمهم السياح how to كيف how to بعدين infinitive verb فعلا في المصدر وجيه هنا الفعل avoid يتجنب والفعل avoid قلنا قبل كده انه بيجي بعدين to avoid damaging انهما يتجنبوا تدمير الفيش السمك and keeping the special quarter reefs safe اللي هي ويحافظوا كمان على الشعاب المرجانية امنة ماداكاسكار is famous for its ecotourism اللي هي دولة مدغشقر is famous for يعني مشهورة بالسياحة البيئية بتاعتها and wants to protect its ecosystem وعايزة تحمي الاكو سيستم النظام البيئي بتاعه the animals and plants in its environment الاكو سيستم اللي هو النظام البيئي بين خلصين كده تعريفه the animals الحيوانات والنباتات اللي موجودة في البيئة بتاعتها 80% of the animals 80% من الانيمال من الحيوانات and 90% of the plants و90% من النباتات اللي بيعيشوا هناك في ماداكاسكار doesn't exist anywhere else in the world يعني مش موجودين في أي مكان ثاني في العالم كلمة exist معناه يوجد lemurs for example only live in madagascar the haywan isma haywan lemur the galapagos islands in ecuador are famous for the unique animals such as the giant turtles which live there the giant turtles the turtles الكبيرة جدا the giant turtles السلاحف البحرية الكبيرة جدا which live there اللي بتعيش هناك ecuador makes sure متأكدة that ecu tourism is sustainable 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 معناه مستدام is sustainable only a limited number of people can visit the islands each year فقد عدد محدود من الناس يقدر يزور الجزر كل سنة so the animals and their environment are safe لذلك الحيوانات و البي أبتعتهم آمنة the komodo national park in indonesia is a popular ecosystem destination national park الحديقة المحلية في اللي يسمعها komodo اللي موجودة في دولة اندونيسيا دائما أو تعتبر كمان destination مقصد للسياحة البيئية much of indonesia's endangered wildlife including the komodo dragon معظم ال wild life الحال برية في اندونيسيا في خطر معرضة الإنقراض including يعني تشمل komodo dragon دا نوع من الحيوانات the komodo dragon can only be found here موجود بس في ال national park the national park is also famous for its beach مشهورة كمان بالبيتش الشاطر بتاعها with pink sand اللي السند بتعته لونها pink خلا نعمل check point one كده على الكلمات اللي احنا اخدناها we passage to the correct answer from ABC or D number one if poverty continues to increase poverty اللي هي الفقر لو الفقر is dead أو استمر في الزيادة the society may be حيكون في هل سيف آمن ولا اندينجرد في خطر ولا دومستيك أليف ولا scarce اوكي اكيد هيبقى be endangered number two in the past Sinai was a or an area which consisted mainly of desert land desert land يعني ارض صحراء في الماضي كانت سيناء عبارة عن منطقة هل isolated ولا closed ولا common ولا famous or isolated طبعا منطقة معزولة close معناها قريب لو verb معناها يغلق common يعني شائع وفي مص يعني مشهور كانت بتتكون من mainly بشكل اساسي من أرض صحراوية number three the president's speech يعني خطاب الرئيس made a great يعني عمل great a on all that attended على كل الحاضرين هل great act ولا fact ولا react ولا impact اللي جابة صحيحة هي impact made a great impact يعني كان له تأثير كبير على كل الحاضرين number four the government should punish حكومة لازم تعاقب any factory أي مصنع ذات pollutes pollutes يعني يلوث the education التعليم station يعني محطة environment البيئة المصنع هي المصنع دي اسم طبعه من طبعات القوة تابعاً الجاوة صحيحة هي كلمة environment أي مصنع إلوث البيئة لازم الgovernment لازم بنش تعقبه يورينيوم is a radio active radio active يعني مشع which is mainly used for nuclear power يستخدم لطاقة نووية هل هو فود ولا ماتيريال ولا غاز ولا غاز ولا ليكويد سائل اليورينيوم هو material radio active material اوك يا شباب كده نكون نت هنا من درسنا النهاردة ما تنساش لو الفيديو عجبك اضغط لايك الفيديو وعم تشير مع اصدقائك مرجع ان شاء الله حنتناول مع بعض قطعة الليسنينج بالتفصية thank you so much for watching see you next time bye bye for now